محكمة السنة في الجيزة انعقدت بمجمع محاكم شمال الجيزة النهاردة وقيدت حبس خالد علي ثلاث شهور بقضية الفعل الفاضح مع الايقاف لمدة ثلاث سنة ايقاف التنفيذ طبعا فاكرين انه الفعل الفاضح عندما وقف خالد علي امام المحكمة امام مجلس الدولة واشار باصابعه ولا باصباعه الاوسط في حركة مشينة بيعاقب عليها قانونا والنهاردة المحكمة السنة في الجيزة ايضت الحكم السابق اللي كانت محكمة جنح الدقي قالته طيب يعني من الاخر يعني حكم مع ايقاف التنفيذ ده الخلاصة حكم خلصنا خلاص هو لا يستحق ولا يعني هو يعني هو على فكرة يعني هو بيقوله عمل فعل فاضح هو نفسه فعل فاضح